تجار المواشي المستهلكين في مملكة البحرين جميع استعداداتها عبر معروضاتها والتي استوردت من عدة بلدان لتغطية احتياجات السوق المحلي نظرا لزيادة الإقبال على شراء اللحوم خلال شهر رمضان الفضيل وبأسعار متفاوتة ترضي جميع المستهلكين ومع دخول عدة جهات على خط استيراد اللحوم المبردة والمثلجة إلى مملكة البحرين أكد تجار المواشي على توافر كميات وفيرة من اللحوم سواء كانت من الأغنام أو الأبغار إلى جانب اللحوم المبردة أو المثلجة طوال الشهر الفضيل إلى ذلك فقد سهلت مملكة البحرين على تجار المواشي ومنحت أذونات استيراد حسب النظام وقانون الحجر البيطري الموحد ولائحته التنفيذية مع التأكد بالالتزام التام بكافة الإجراءات ومن هذا المنطلق ومواكبة للطلب المتزايد والاستعداد لشهر رمضان الفضيل فقد وسعت مملكة البحرين المحجر البيطري بزيادة الطاقة الاستيعابية لترتفع مجمل الطاقة الاستيعابية إلى نحو عشرة آلاف رأس في الأسواق هذا وقد قامت مملكة البحرين أيضا بمضاعفة الشحنات المستوردة من أجل تغطية احتياجات السوق المحلي خلال الشهر الفضيل إلى جانب حجد كامل استعداداتها بحسب المتطلبات وبأسعار تنافسية من مختلف المصادر ما ينم على تحمل المسؤولية أمام المستهلكين كما دعت إلى عدم التهافت على الأسواق من أجل التكديس أو التخزين ومن المؤمل أن ينتعش هذا السوق هلال هذا الشهر ليعطي فرصة أكبر لتورد كميات مختلفة أكثر من أي وقت مضى